نروح بسرعة لمقر طبعاً النادي الأهلي في الجزيرة ونشوف لقاء مهم جداً مع الأستاذ محمود بنيد أمين صندوق النادي الأهلي السابق نشوف حيقوله إيه نرجع مرة عريس متتشارك النهاردة فيه العرس الجميل اللي بيشرف جميع أعضاء النادي الأهلي طبعاً ده ندينا ونادينا المحترم ولازلت بقول أن الأهلي فوق الجميع بمعنى أن الأهلي يجب أن يكون قامة كبيرة جداً وأرجو أن كل الناس في مصر تعرف هو النادي الأهلي أستس ليه وليبس أحمر ليه أقول هو النادي الأهلي التأسس علشان المصريين يلعبوا رياضة المصريين فقط وكان رئساء وزراء مصر ومراورساء النادي الأهلي من أول ساعة زغلول جع فروالي باشا كلهم لبس أحمر لأن علم مصر قلوناً أحمر ولما بنقول اللعيبة إلعبروا حفäch للحمرة كنا بنقصد إنه إلعبروا علم مصر ف exam味يًا أحمر زغل للجموع فelنادي الأهلي هو مصري وهو المصرية والوطنية فكلنا بنحب بلدنا كلنا بنموت في بلدنا ايه رأيك في العدد المشاء الله يمكن عدد يدعو للتفاقل وهو دول أعضاء نادي الأهل اللي كلنا أأمل فيهم باستمرار وكانوا دايما باستمرار معانا وباستمرار في المواقف اللي هي محتاجة أن كلنا نقول كلمة دايما كانوا معانا دكتور باجنيت زي ما حردك قلت الأهل فوق الجميع بلا شك بلا شك لكن يوم فرح للنادي الأهل يوم سعيد للنادي الأهل ان شاء الله